أستاذ باسم من واشنطن ربما لأن القرار أمريكي وصادر من الإدارة الأمريكية أو من الكونجرس الأمريكي تحديدا يعني هو كل فترة الولايات المتحدة تبتدع قانونا جديدا بمقتضى من الممكن أن تطال أيدي عدالتها عددا من الدول أو من المنظمات أو الهيئات يعني بالأمس كان جستا والآن أتكا يعني ما هي المناخات التي تصدر فيها هذه القوانين أو تستصدر فيها هذه القوانين واضح تماما أنه الكونجرس الأمريكي دائما يشرع القوانين التي تتلائم ومصالحه العسكرية والأمنية والسياسية وتطبق على كل الدول التي تعتبر رافضة للسياسة الأمريكية أو قد تتمرد عليها ما حدث بالنسبة لأتكا هو هذا القانون اتخذ ب2017 ودخل حيز التنفيذ في يناير لهذا العام ترافقا مع قانون الإسرائيلي الذي يتيح مصادرة أموال الضرائب العائدات الفلسطينية هذا القانون ثمرت عشر سنوات من العمل من منظمة إسرائيلية يمينية تسمى سورات هدين أو منها الشكل رفعته 2015 قضايا على منظمة التحرير طبعا والسلطة الفلسطينية لصالح ضحايا ما يسمى بضحايا العمليات المسلحة التي لم تنفذها السلطة ولكن تنظيمات أخرى غير السلطة وأخذت قرار من المحكمة بدفع تعويضات من السلطة بحوالي 655 مليون دولار ولكن أعيد هذا القرار رفضت في المحكمة الاستئناف وتم إلى حد ما الابتعاد عن تطبيق هذا القانون الآن يجي هذا القانون كوسيلة للضغط السياسي على السلطة الفلسطينية الضغط بمعنى باتجاه تطبيق ما تود إسرائيل والويات المتحدة وهما صاحبتي هذا القانون تقريبا مع أن المفارقة أن إسرائيل أرسلت بوفد من الحكومة ومن القيادات الأمنية والعسكرية للحديث مع الكونغرس الأمريكي ومع الإدارة الأمريكية لتعديل هذا القانون يعني بمعنى أن يكون هناك ثغرة لاستمرار دعم المالي خصوصا للتنسيق الأمن التنسيق الأمني كما يعلم الجميع هو أساس اتفاق أوشلو طيب